اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الدلو في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية وبرضو للضرر والظفر والعقد وبالنسبة للقمر لما بيكون موجود بالدلو بهاي الفترة بنشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير والروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز وتجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل هي زاوية وحيدة اللي هي ذكرناها بالأمس وهي رح تتكرر خلال هذا اليوم وخصوصا في ساعات ما بعد الحلقة هاي هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثلاثين دقيقة مساء وهاي رح تستمر طول النهار يعني تأثيراتها في فترة القمر رح يصير فيها محترق يعني ما بشكل أي زاوية فهي الزاوية تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر زي ما حكينا باقي اليوم رح يكون محترق ما بشكل أي زاوية في ساعات المساء ببدأ بزاوية غير منفصلة فعشان هيك بتغير المزاج في ساعات المساء لا بصير مزاجه سعيد ولكن طول النهار من الآن لطول النهار مزاجه منتحس بالنسبة للقمر موجود في الدلو خلو المسار يوم واحد تسعة يعني بكرة رح يكون في تمام الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة تسعة وأربعة وثلاثين دقيقة ظهرا لينتقل بعدها لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر القمر شبه المكتمل ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وأربعة وعشرين دقيقة بعد العصر بصير أربعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة مزاجها سعيد القمر في الدلو وحكينا لغاية واحد تسعة مزاجه منتحس لغاية ساعات المساء بعدين بصير سعيد عطارد في العذراء حتى يوم خمسة تسعة المزاج سعيد الزهراء في السرطان حتى يوم ستة تسعة المزاج منتحس المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه طبعا منتحس السبب أنه بقول لك ليش بلشت آثار المريخ تبين بما أنه التراجع في تسعة تسعة لأنه الآن بلش يتباطأ بالحركة فعشان هيك بتبلش نحوسته أكثر وثانيا هو بسجل بشكل زوايا منفصلة مع الكواكب الموجودة في برج الجدي فهي بتضعفه وبرضو بتعطيه انتحاسي أكثر أما بالنسبة إلى المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة المزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عشر واحد الفين واحد وعشرين مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بميلة النحوسة بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشر المزاج منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا المريخ بما أنه اليوم بشكل زوايا تقريبا بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية وبلشت الزوايا تصير منفصلة يعني ضعيفة جدا بالاتصال فعشان هيك هو نحوسته بس من طباط وحركته بعطيك طاقة أو اندفاع أو حب للحركة والنشاط مزاجك اليوم يعني بيكون في نوع من أنواع التحسن شيئا ما قلة قليلة من موليد العشرية الثالثة هم بس اللي بنحذرهم من العصبية والاندفاع والتهور الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بالنشاط بشكل كبير حاول تستغل هذا اليوم بشكل جيد لأنه ابتداء من بكرة القمر رح ينتقل ويصير موجود بالحوت يعني ببيت متاعبك فعشان هيك رح تكون فترة شوي فيها ضغط يعني فارغة من الحظوظ فحاول تستغلها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بعض الأمور المالية في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو تهتم بمسائل مالية ممكن تيجي زي مستردات أو نوع من أنواع الدعم أو أشياء لها علاقة بالهدايا أو المكافآت أو إشيء له علاقة هيك بنوع من أنواع المجاملات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية فبتدعمك بالاتصالات بالحركة بالحوارات بالتواصل عند قدرة عالية جدا على الإقناع على توصيل المعلومة برضو على التعامل مع الأطراف الأخرى فهذا الإشي برضو بيدعمك في أمور الهلاقة بالدراسة أو التنقلات أو الحوارات وبرضو بفتح مجال للتعامل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور فيها شوية مشاحنات أو إشياء ممكن أنها تعكر مزاجك أو تقلقك لها علاقة إما في البيت أو في العائلة أو بأحد أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالترتيبات أو المشتريات أو الاهتمامات المنزلية اللي بتكون بتطلب منك جهد أو مثلا هيك التزام أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا تحمل بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الحبيب بتعمل نوع من أنواع التوافق والتقارب وبرضو تحمل مجالات جيدة لنوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين الأحبيب أو ما بينك وبين الأحبة زي الأبناء أو زي الوالدين مثلا وممكن يطمئن بالك من مسألة ما أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل على مستوى النشاطات على مستوى إنجاز بعض الأعمال بالفترة هاي ولكن بدك تهتم ببعض التقلبات اللي ممكن تصير على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فعا مستوى بيت الشراكة إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن مش كثير بس إنها بتخلي في نوع من أنواع التوافق أو التفاهم ما بينك وبين الشريك أو الزوج اللي عنده قضية قضائية بس بده يهتم ويركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل اللي علاقة بالأموال المشتركة اللي تهتم فيها زي ديون أو قروض أو مشتريات أو التزامات تطلب منك جهد زيادة أو تعطيها اهتمام زيادة ممكن إشي العلاقة بالأسهم أو بالمؤسسات المالية أو بمشروع معين أو مسترداد زي ديون أو قروض أو ميراث مثلا أو إشي العلاقة بالنفقة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى اتصالاتك الخارجية وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات ممكن يكون فيه نقاشات إلها علاقة بالسياسة أو الدين أو إلها علاقة بالفلسفة لشوي أضبط عصابك أثناء النقاشات لأنه مزاجك ممكن يحتد أو يعصب إذا عارضك شخص في الفترة هاي أما بالنسبة للقضايا القضائية بدك تهتم فيها بشكل جيد وما تعتمد على الحظوض بشكل مبالغ فيه اللي عنده امتحان برضو بده يدرس ويستعد ويعني بشكل جيد برضو ما يعتمد على الحظوض أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا على موليد العاشرية الثالثة بيأمور إلها علاقة بالسمعة فحاول تدافع عن سمعتك وتعزز قدراتك ما تشوه سمعتك نهائيا بالفترة هاي مهما كانت الظروف ما تدخل بخلافات أو نقاشات ما بينك وبين شركاك أو زملائك بالعمل إنجز أعمالك بوقتها وما تأجلها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن يكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيئا أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع الاستقرار حاول بس أنك تنجز أعمالك بوقتها ما تخلي أعمالك تتراكم انتبه لردات فعلك ما في داعي للعصبية وبرضه ممكن تكتشف شخص بحاول أنه يتآمر عليك أو بالخفاء أو يستغلك في نقطة معينة انتبه لبعض التقلبات على المستوى الصحي يعني حاول أنك تستشير طبيبك وحاول أنك تراقب غذائك بشكل جيد الفترة ما زالت بتحمل نوع من أنواع التوتر على مستوى علاقتك أو على مستوى الشيء صحي بتعلق بأحد الأحبة برج الثور طبعا اليوم الإجواء شيئا ما بتحمل نوع من أنواع الضغط ممكن تشعر ببعض التكاسل أو عدم ثقة بالنفس أو شوي ممكن أنها تضطرب عندك بعض الأمور فتضطر أنك أنت إما أنك تجامل أو تغير الحقائق شوي عشان تناسب الوضع اللي أنت فيه فحاول أنك ما تتصل لهاي المرحلة وحاول أنك تسيطر على إنفعالات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فمنك رح يهتم ببعض الأمور المالية أو المكاسب المالية أو معالجة بعض المسائل ماليا في منك رح يهتم بذفعات أو بمستردات مالية أو هبات أو إشيئة العلاقة بالهدايا أهم إشيئة تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني على مستوى اتصالاتك ومواصلاتك وحركتك ضاغطة من الزهرة فعشان هيك بدك تنتبه من بعض الأشياء اللي ممكن إنها تخليك تعصب إذا لامست عواطفك ممكن تنفعل إذا حدا جاد لك أو خالفك بالرأي أو ممكن إذا حاول إنه يعدل على وجهة نظرك حاول تضبط عصابك ما في داعي إنك تعصب أو تزعل بالفترة هاي يعني أشياء طبيعية بتصير سهل جدا إنك أنت تتجاوب معها وسهل إنك جدا تتعامل مع المحيط تاعك بشكل إيجابي بدون إثارة المشاكل في منك ورح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة برضو تعطي نوع من أنواع الإيجابية في بعض المسائل اللي ممكن إنك تنجزها خلال هذا النهار بشكل جيد في شيء عائلي ممكن يظهر على الساحة زي أعطال ترتيبات تصليحات ممكن تأخذ انتباهك أو تلفت انتباهك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي اليوم فممكن تنشط يعني بممارسة بعض الأمور اللي الثقة هي بتدعمك في هذا اليوم ممكن بعض الحضوض تعزز بعض النقاط بأشياء إلها علاقة إما بهواي أو إلها علاقة بحل مسألة معينة إلها علاقة بمشكلة مع الحبيب مثلا أو مساعدة الحبيب في إنجاز بعض الأمور ممكن تعاطف أو تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني ممكن هيك يكون في شوية أعمال ضاغطة عليك أو ترتبك من عمل معين أو نقاش معين إلى علاقة بالعمل بس بتطلب منك نوع من أنواع التركيز عندك قدرة على إنجاز أعمالك بس الأهم أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التعاون أو التعامل الإيجابي ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم صحيح أنه ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها نقاشات أو حوارات ولكن إجمالا سهل جدا تجاوزها ولكن اللي عنده قضية قضائية يحاول أنه ما يهملها وفي الفترة هاي ابتعد عن القضاء قدر الإمكان أو حاول أنك تنجز الأمور القضائية وما تتلاعب فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة بتحمل نوع من أنواع الإيجابية اللي ممكن تتعالج بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو بالمؤسسات المالية أو البنوك أو الضريبة أو التامين أو أمور إلها علاقة بالميراث أو حتى بالحقوق مثل مثلا النفقة أو نفقة الزوج أو نفقة الأولاد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني شوي ما بتعطيك الإيجابية الكاملة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تكون مربكة أو إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم دك تركز بشكل جيد ممكن تهتم بمواضيع إلها علاقة بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد بشكل يعني كبير أو يعني بتطلب منك الاهتمام العالي أهم شيء أنك تركز بشكل جيد والفترة هاي زي ما حكينا بتنقلاتك وامتحاناتك ونقاشاتك أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم بتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل قدم أفضل ملاديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر من المسئولية هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء بيعمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تلاقي مثلا أو تلجأ لصديق معين في حل مسألة معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا المريخ هو اللي في بيت المتاعب فهو بيحدث لك بعض المشاكل الفجائية أو أشخاص بكيدوا لك بالخفاء أو بتأمروا عليك أو بيستغيبوك ممكن تظهر بعض الأشخاص اللي يكونوا متقمصين شخصية مقربين لإلك ولكن هم بالحقيقة أعداء حاول أنك تكون حذر ما تأمن لحد حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد إنجز أعمالك راقب وضعك الصحي وبعض التقلبات الصحية وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمام بشيء بتعلق بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض برج الجوزاء طبعا برضو اليوم جيد وداعم لإلك بقوة اليوم في قدرة على التواصل جيدة بتعزز من أشياء له علاقة بالوضع النفسي عندك يعني ممكن تتحرك بكثير من الاتجاهات خلال هذا النهار سرعة البديهة عندك عالية جدا وفي رغبات لبعض الأمور اللي بتتعلق في مساء اللي لها علاقة في خارج البلاد أو في أمور اللي لها علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة بتتركز عليها اليوم الأمور عندك أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحاول أنك أنت تنجز بعض الأمور المهمة وما تخليها يعني ما تهملها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأموال صعبة ضاغطة شوي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق من وضع مالي أو ضغط مالي معين ممكن تتحرك التزامات أو مصاريف زيادة تكون عليك حافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو فقدانها وحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعمة وجيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات وحتى على أمور الهلاقة بالسفر القصير أو بالترويج أو بالإقناع يعني شوي بدك تضبط أعصابك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي على شكل عصبية أو حدية إجمال الأجواء ما فيها هاي الأمور ولكن برضو حبينا ننبه إذا عندك امتحانة أو مقابلة لا تعتمد على الحضوض كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت شوي ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار عائلي ولكن إجمالا عندك قدرة على أنك أنت تمشي الأمور أو تحل الأمور بطريقة عقلانية يعني الأمر بتطلب منك شوي تركيز وبتنتهي ممكن تطلع بعض المصاريف البيتية أو بعض الهموم أو بعض المشاكل اللي إلها علاقة إما بالبيت أو العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية تقريبا في نوع من أنواع التواصل العاطفي أو الرغبة بالتواصل مع الحبيب خلال هذا النهار ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بهواية أو إلها علاقة بفكر معين ممكن تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن لسه في أجواء مربكة إلها علاقة بالعمل أو بمكان العمل أو بعلاقتك مع أشخاص في مكان العمل شوي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو التركيز بشكل جيد إنجز أعمالك بشكل منظم بدون ما أنك تحمسك أكثر من عمل أو تفكر في أكثر من عمر وتنسى العمل الأساسي اللي أنت من المفروض إنك تنجزه أما بالنسبة للوضع الصحي فبيحمل نوع من أنواع التقلبات أو الشد العصبي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي وبتقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب في وجهات النظر أو التراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك منقول لك ابتعد عن المصاريف لزيادة ما تحاول تفرغ غضبك أو الإحباط اللي أنت فيه بالمشتريات أموال الغير هي اللي ممكن تهمك اليوم زي ضريبة، نفقة، ديون، مستردات مالية أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع بتنشطوا فيه أمور علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك فيه حملة أو ورشة عمل تشتد رغبتك في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا إشي جميل حاول تستغله عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصيدي أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا شوي بدك تنتبه على السمعة ما تحاول تجازف، ما تغامر ما تدخل بأي مخالفات قانونية أو أي شي ممكن يشوه سمعتك برضو ما تدخل بأي نقاشات أو حوارات أي عن تكون حادي ما بينك وبين زملائك أو رواساك بالعمل حاول ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك إنجز أعمالك بوقتها بيكون أفضل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الضغط من المريخ على أمور الهلاقة بالأصدقاء أو الصداقات فعشان هيك ممكن شوي تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو ممكن يكون لك تعامل مع بعض الأصدقاء ولكن بطريقة إنك أنت بتقدم وهم شوي بنكروا المعروف أو بنكروا هاي المساهمة اللي أنت بتعملها أو ممكن يستغلوك فبدك تكون حذر من هاي النقاط اعرف مع مين تتعامل وكيف تتعامل وممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو حتى تلاقي صديق في وضع ما أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل يعني الأجواء مش سلبية كثير على مستوى بيتك 12 ولكن هو بيت متاعبك فعشانك انتبه لأعمالك انجز أعمالك راقب صحتك راقب غذائك ما تأمن للأشخاص اللي حواليك بالفترة هاي بشكل كبير يعني دقق بالتفاصيل وإيش بدهم منك ممكن تحمل لك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو حتى موضوع معين يوترك خلال هذا النهار برج السرطان طبعا القمر تحرك من مقابلك لعام في البيت الثامن يوم وبصير في البيت التاسع بيت حليف لأيلك وقوي فحاول أنك اليوم هذا تمشي الأمور حتى لو بشكل روتيني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية مستقرة شيئا ما نفسيتك حتى فيها نوع من أنواع الراحة مش مثل الأيام الماضية كانت ضاغط عليك بشكل كبير يعني بطمئن بالك من بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بكون في بعض الاهتمام على المستوى المالي أو تهتم بمسائل مالية ممكن تحل مسألة كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه لمصاريفك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك نشاط عالي جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والدراسة حتى على مستوى اهتمامك إما بسيارة أو بأجهزة التليفونات أو أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أهم شيء أنه اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار وهذا التعامل حاول أن يكون مثمر أو يكون بدون مشاكل ممكن يعني تضطر لمناقشة موضوع معين وممكن تبرع بالتسويق لمسألة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت أحسن يعني تقريبا في نوع من أنواع الاستقرار صحيح أنه ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات أو المواضيع اللي تستفزك اللي ما بتيجي على هواك أو ممكن تشعر ببعض الإرهاق أو التعب بسبب وضع عائلي معين بتطلب الأمور منك التركيز بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة بتطلب منك الهدوء يعني حاول أنك تضبط أعصابك ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الأعطال اللي لها العقلة بالمنزل أو بأجهزة المنزل اللي تطلب منك اهتمام زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي يعني اليوم مش كتير ولكن أنه الأجواء أحسن من الفترة الماضية حاول بس أنك أنت تضبط أعصابك ما في داعي أنك تتحسس الزيادة ممكن اليوم يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأحبة وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بتقديم طلبات أو بعمل جديد أو بأمور إلها علاقة بأحد المعاونين لا إلك أما بالنسبة للبيت الصحة فنقول لك يعني لسه بده شوية مراعاة فما تجازف وفي نفس اللحظة انتبه للتقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي جيد اليوم بما أنه فكت الزاوية مع المريخ فعشان هيك بتخلي فيه نوع من أنواع التواصل الجيد أو الحوار الجيد ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ولكن أهم شي موريد العشرية الثالثة هم اللي بدهم يكونوا من تبهين من النقاشات والخلافات اللي ممكن تتصاعد في لحظة أو تتوتر في لحظة فعشان هيك بدهم يضبطوا أعصابهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا اليوم تعتمد كلها على الأموال المشتركة ممكن تعيد تنظيم أمركم المالي المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي عادة يا من شراكي يا من تعويض ولكن من جهة أخرى بدك تحذروا من شراكي مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إلى علاقة إما بإرث أو موضوع مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن الأهم إذا كان عندك قضية قضائية بدك تهتم فيها بشكل جيد أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تركز وإذا عندك امتحان برضو ما تعتمد على الحظ يعني بدك برضو تدرس صحيح الأجواء مش سلبية بالشكل الكامل ولكن بتطلب منك الانتباه لأنه يعني القمر موجود في بيت متاعب بيتك التاسع فعشان هيك بضغطك بشكل سلبي اللي بيخليك تتوتر أو ما تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا المريخ هو اللي بيضغط خصوصا على موليد العاشرية الثالثة فهم هذول اللي بدهم يحذروا من أي مجازفات أو مغامرات أو تشويه السمعة ما تخالف القوانين ولا خلافات على مستوى العمل أو علاقتك مع بعض الزملاءك أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو ممكن يعني تتعاون أنت وصديق معين لإنجاز أمر معين إلى أجواء إيجابية تقريبا ممكن أنك تسعد بلقاء صديق أو تهتم بمسألة بتتعلق بأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية فعندك قدرة على إنجاز أعمالك برضو عندك سرعة أو عندك حيوية عالية لإنجاز بعض الأعمال أو تطوير علاقتك توطيدها مع المعاونين أو مع زبائن في المكان العمل ولكن الأهم أنك تنتبه لوضعك الصحي يعني ما تأمن كثير الوضع لسه لبكرة لأن نطلع من مرحلة الخطر الصحي أما عليك أو على أحد الأحبة مرج الأسد طبعا القمر لآخر يوم موجود مقابلك تماما فهذا شوي بضعف من طاقتك بسحب من طاقتك بيخليك شوي نفسيا متقلب بتشعر بالملل من الأعمال الروتينية بتحاول أنك تمشي الأمور بطريقة اعتيادية ولكن في لحظات العصبية بتسيطر عليك أكثر حاول أنك تتعامل بعصاب بردي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني في الأجواء يعني ممكن تظهر بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تشعر ببعض التحسن أو دعم معين أو مثلا استرداد حقوق أو معني إشي إيجابي على المستوى المالي ممكن تحصله من عمل إضافي مثلا أو مستحقات لا إلك تحصل عليها في منك رح يحصل على هدية أو دعم معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتسويق حتى أمور الدراسة عندك جيدة ممكن تنهمك بمسائل إلها علاقة بدراسة الأبناء أو دراسة أساسية أو إشي العلاقة بالمدارس أهم شيء برضو بتحمل اليوم نوع من أنواع تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي أنه شوي فيها نوع من أنواع المشاحنات أو الاستياء من مسألة معينة أو مضطرب شوي من إشي العلاقة إما بتصليح أو أوامر أو مشكلة عائلية أو ضغوطات يعني شوي بتطلب منك نوع من أنواع أخذ النفس حاول تأخذ نفس حاول أنك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال ولا للتهور بالفترة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء يعني تقريبا على المستوى العاطفي جيدة وبتخارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالحبيب بشكل مباشر يعني لقاء هواية شيء له علاقة بالفن ممكن يكون لك اهتمامات بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الضغط فممكن ما تقدر تنجز أعمالك بالكامل أو يتراكم عندك بعض الأعمال أو يصير أشياء تعطل عليك قدرتك على إنجاز بعض الأعمال حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال ولا للتهور ولا للمبالغة يعني بدها ضبط أعصاب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر مقابلك تماما فترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهمش أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردي ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أو إلها علاقة بمسائل بتتعلق بمسائل بنكية ضريبية تأمين أشياء زي هيك ممكن تهتم فيها بشكل جيد ممكن حقوق لا إلك بتحاول تستردها أو أشياء ماضي قديمة بتحاول أنك تظهرها على الساحة خلال الفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء نشطة وداعمة إلك بالحركة والنشاط والاتصالات وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء إلها علاقة بالمحاكم أو مثلا بالدراسة الجامعية أو ممكن تتلاقى أنت وجوه مثلا أو تتعرف على أشخاص أو التواصل مع أشخاص إما خارج البلاد أو أجانب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تتعزز من سمعتك ممكن يصير لك تعامل جيد اليوم مع أشخاص بمكان العمل أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تهتم ببعض المسائل اللي شوي يعني بدها نوع من أنواع الاهتمام الجيد أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق بصديق معين يعني مشكلة عن صديق أو مثلا حدث معين أو شيء بتطلب النصح منك أو الاهتمام كمساعدي إما أنت بتبادر فيها أو هو ببادر بمساعدتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ضاغط فالفترة هاي بتدخل عليك أشخاص محتالين أو أشخاص بدهم يستغلوك أو أشخاص بتآمروا عليك فحاول تكون منتبه من الثلاثة هدول اعرف كيف تسير وضعك على حسب طبيعتك على حسب علاقاتك وما تخلي حد لا يغشك ولا يخدعك انتبه لوضعك الصحي من التقلبات وممكن تحمل قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا القمر صار عندكم في البيت السادس وهو بيت مش سهل يعني بيسبب نوع من أنواع التوترات أو التعطيلات في بعض المسائل أهمش أنكم تضبطوا عصابكم قدر الإمكان أثناء الحوارات أو أثناء النقاشات الأجواء إجمالا كلما يجي عيد ميلادك كلما تحسنت الأمور ولكن الآن وضعية القمر مقابلك هاي لحالها بتسبب نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بدك تحتاط من هاي الأمور بدك تضبط عصابك فترة بسيطة وبعدين الدورة الفلك بتتغير وبتصير لصالحك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم تظهر بعض الاهتمام بمسائل مالية ممكن تهتم ببعض المسائل المالية بشكل مباشر ممكن تحل وضع مالي معين أو تنجز بعض الأعمال المالية خلال هذا النهار ممكن تهتم بمصاريف أو دفعات أو مستردات أو أشياء لها علاقة بقروض مثلا أو ممكن تسترد أشياء كانت إما فاقدها أو مدينها لأشخاص أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتناقلات والتواصل ولكن مزاجك العصبي بيكون ظاهر خلال هذا النهار فبدك تنتبه من ردات الفعل من التهور من الإساءات أو توجيه الإساءات يعني بدك تحاول تضبط عصابك قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات خلال هذا النهار لا بالحركة لا بالسياقة لا بالامتحانات كلها هاي بدك تكون حذر فيها وحتى بالنقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت إجمالا الأجواء ممكن تكون إيجابية اليوم أو تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت ولكن ابتعد عن إصدار القرارات أو الانتقادات ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بتصلحات ترميمات أعطال أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بحوارات أو نقاشات أو مواضيع عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا إيجابية ودعمة بالنسبة لإلك في بعض المسائل اللي بتتعلق بالأمور العاطفية ولكن مواليد اللهم العشرية الثالثة أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين لأنها الفترة هاي بتكون ضاغطة بشكل كبير عندهم قابلية لاختلاق المشاكل أو المشاكل الكبيرة أو الحوارات أو الخلافات مع الأحبة بالفترة هاي فبتكونوا تضبطوا عصابكم وما في داعي لإصدار الأوامر أو القرارات بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا القمر موجود فيها بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بتكونوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة أمورك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني اليوم إلك اهتمام بأمور إلها علاقة بالشراكة ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو يعني تستاء من تصرف الشريك في بعض الأوقات حاول تضبط أعصابك ما فيه داعي لتصعيد الأمور أو زيادة الخلافات يعني شوي بدأت تحكم بالأعصاب أكثر يعني فيه قابلية لتطوير الأمور بما أنه أنت عارف يعني القمر موجود في بيتك السادس مقابلك وضغط الكواكب برضو بسبب عليك ضغط كبير أما بالنسبة لأمور إلها علاقة ببيتك الثامن ممكن اليوم تهتم بمسائل إلها علاقة بالمشاكل أو بالقانون أو بالأموال المشتركة أو بالتحايل أو بأمور النصب مثلا أو أمور إلها علاقة بميراث إلها علاقة بحقوق الزوجي أو الزوج النفقة أموال بنوك ضريبة تأمين هاي كلها ممكن تظهر على الساحة وممكن يعني كثير من موليد العذراء يهتموا في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمام بمسائل تعليمية أو أجانب أو وجوه أخرى مثلا من جنسية أخرى ممكن يكون عندك امتحان جامعي بتطلب منك نوع من أنواع التركيز ما تعتمد على الحضوض انتبه أثناء تنقلاتك أثناء اتصالاتك أثناء حواراتك من العصبية وبرضو بما أنه أورانوسون البيت الثالث فبرضو ممكن يعني تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وانتبه على أجهزة الاتصالات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وعلاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد ولكن بدها ضبط عصاب أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ولكن بدك تنتبه من بعض الأصدقاء المزيفين اللي ممكن يستغلوك أو يتأمروا عليك أو يحتالوا عليك فبدك تكون حذر من هاي النقاط أو من شخص يعني يستجلب عواطفك أو يستغل عواطفك في مسائل معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب خالي من الكواكب ومن التأثيرات فبعطيك قدرة لإنجاز بعض الأعمال وبرضو لا اهتمام بأمور إلها علاقة بالوضع الصحي ممكن تظهر بعض المسائل اللي تلعفت انتباهك إلها علاقة إما بأحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء برج الميزان طبعا لليوم برضو الثاني الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية النفسية أحسن برضو في نوع من أنواع الاستقرار عندك في بعض المسائل بتحس أنه في نوع من أنواع الحيوية أو الطاقة الإيجابية مشحن فيها برضو ملفت للانتباه للجنس الآخر بتكون بشكل كبير خلال الفترة هاي وعندك اهتمام خصوصا بالشكل أو بالمظهر أو بالتجميل أو بقصد الشعر أو حتى باللباس عندك اهتمام عالي في أمور التجميل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الدفعات أو الاهتمامات المالية مثل تحصيل رواتب مثلا أو أمور إلها علاقة بالمستحقات أو دفعات أو يعني نوع من أنواع الدعم الأجواء إيجابية وبتدعمك بشكل قوي وبرضو حاول أنك بس تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الحوارات والنقاشات والتنقلات والاتصالات وبتعمل نوع من أنواع التوازن الجيد ما بينك وبين الأشخاص اللي بتتعامل معهم ممكن يكون لك بعض الاهتمام بأشياء العلاقة إما بالاتصالات أو بالسيارات في منك رح يهتم ببعض المسائل زي المدارس أو إشيء العلاقة بالمدرسة أو حث الأبناء الدراسة أو أشياء مثلا اللي بتطلب منك دراسة موضوع معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة شيئا ما إلا موليد العشرية الثالثة هم اللي بدهم ينتبهوا من بعض التطورات أو السلبيات أو مشاحنات أو خلافات على مستوى البيت ولكن إجمالا باقي العشرية الأولى والثانية هدولة الأجواء تقريبا بتكون مستقرة على مستوى البيت ممكن إذا بتظهر بتظهر شوية خلافات أو نقاشات أو حدية بالطباع على بعض المسائل أو تهتموا ببعض الأعطال أو المشتريات الضرورية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد شراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك عمل أو صير مشكلة في عمل معين أو خلاف ما بينك وبين أحد المعاونين ولكن عندك قدرة لتجاوز هذه الخلافات أو تصليحها أو ترتيبها ما تعتمد على الحضوض كثير لأنه زي ما تعرف أن الكواكب كلها في بيت المتاعب فهاي بتضغط عليك بشكل سلبي حاول تصبر لفترة بسيطة بعدين الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي انتبه على صحتك من بعض التقلبات وممكن بعضك يلجأ إما لأمور طبية أو لمستشفيات أو لمراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتحب برضو لموليد العشرية الثالثة من قلهم بتكو تنتبهوا من الخلافات مع الشركاء اللي هم مع الأزواج أما العشرية الأولى والثاني فالأجواء مستقرة والتعامل ودي تقريبا ممكن يظهر بعض التعب أو الإرهاق أو الشعور بالملل من الروتين حاول وما تفقموا الأمور وما تدخلوا بخلافات يعني تكون صعبة أو ما تنحل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور مشتركة أموال مشتركة ضريبة تأمين ميراث حقوق نفقة يعني هاي كلها ممكن يكون لك بعض الاهتمامات فيها أو ممكن تهتم بمسائل لها علاقة بالبنك أو بتحويلات مالية أو أموال إلك بتحاول تستردها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات مثل أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أمور اللي علاقة بالامتحانات الجامعية أو تسجيل جامعي أو أمور اللي علاقة بالمحاكم أو القضايا أو الأوراق القانونية تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك أن الزهرة في بيت السمعة وهاي شوي بتخليك مستغل بالفترة هاي بأشياء ممكن تشوه سمعتك فحاول قدر الإمكان ما تغامر وما تجازف ما تخالف القوانين ولا الأعراف ولا العادات ولا التقاليد لأنه هاي الأشياء ممكن تجيب لك إساءة في لحظة فحاول أنك تحافظ على سمعتك وبرضو حافظ على علاقاتك مع زملاءك ورؤسائك بالعمل من الخلافات أو مشاكل في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تدعمك على مستوى العلاقات أو على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم تنشط إما بزيارة أو لقاء بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين حاول أنك تركز بشكل جيد وحاول أنك تستغل علاقاتك الاجتماعية لأنه ممكن تجيك مساعدة أو نصيحة أو تستثمرها في الأيام القادمة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما زال أطارد والشمس موجودات في بيت المتاعب والآن صاروا يضغطوا بشكل واضح عليك وإحباطات ملل تعطيل تأكير أشياء العلاقة بالعمل بالصحة بعلاقاتك فهي كلها بدك تكون حذر منها لأن هاي تقلباتي تيجي مفاجئة فعشان هيك بدك تكون حذر من المفاجئات والتطورات المفاجئة برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول زي ما حكينا يوم أمس إن القمر عامل تربيع الآن مع برجك فعشان هيك فيه ضغط نفسي أو ملل أو فيه يعني هيك ما بتحب الروتين حاب تكسر الأوضاع اللي موجودة تطلع من الحاجز اللي أنت موجود فيه يمكن يتقلب المزاج عندك بسرعة هائلة جدا وتظهر عندك ردات الفعل السلبية أو الإنفعالات فعشان هيك بدك تسيطر على إنفعالاتك وعلى التقلبات بقد ما بتقدر لأن الظروف يعني شوي ضاغطة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم بتعزز بعض المسائل المالية فممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي مستردات، ثبات، دعم ممكن أنه اليوم تهتم ببعض المشتريات ولكن دير بالك من النفقات لأنه ممكن اليوم المصاريف تيجي إما على شكل صحة أو على شكل عائلي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا اليوم يعني بتنشط في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل ولكن سرعا ما بيجيك ردات فعل سلبية أو عصبية أو أوامر أو نقاشات أو انفعالات بدك تضبط عصابك قدر الإمكان ما في داعي للتسرع يعني حاول حتى في أمور إلها علاقة إما بالدراسة أو المدارس ممكن يكون لك اهتمامات أو بالطلاب أو بأمور إلها علاقة بالاستراد والتصدير اللي عنده مثلا أشياء الها علاقة بالهواتف أو بالسيارات فممكن اليوم يكون في بعض الأعطال أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمر العائلي هو الظاهر اليوم فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان والثقة وثقة الأحبة ممكن تقنق بشأن صحة صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي تقريبا الأجواء يعني تعطي عواطفك عامل زيادة فممكن اليوم يعني تستعطف ببعض الأمور أو ممكن ينضحك عليك بسهولة من وراء عواطفك بمعنى آخر أنه واحد يشكي لك عشان يأخذ منك شيء أو يستغلك في مسألة معينة أو حتى يوصل لك معلومة غلط لأجل أنك توقف بصفه في مسألة معينة يحاول أنك تكون حذر من هذه النقاط تحمل نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وما بين أحد الوالدين أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تكون حذر في عملك حاول تنجز عملك بوقتها هاي الفترة بتحمل تراكم عمل أو ضغوطات بالعمل شوي ممكن تكون العمال فيها نوع من أنواع الصعوبة اللي تطلب منك الاهتمام لزيادة حاول تبعد عن الخلافات والنقاشات والحوارات الحدي وخصوصا موليد العشرية الثالثة مع الزملاء والرؤساء بالعمل انتبه برضو لوضعك الصحي من التقلبات وانتبه من النيران أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات وحتى علاقتك مع الشريك اليوم بشكل جيد يعني ممكن تتعزز العلاقة ما بينكم ولكن حاول قدر الإمكان ما تدخل بخلافات وصفة الأمر ابتعد عنها قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن اليوم تتحرك ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي بنوك ضريبة تأمين تحصيل أموال لإلك أو ديون أو تهتم بإشي العلاقة بالنفقة أو مسائل إلها علاقة بالغيبيات أو بمواضيع قديمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بيتسبب نوع من أنواع الاستدراج أو الاستعطاف من أشخاص إما خارج البلاد أو أشخاص أجانب فممكن شوي يعني يكون لك اهتمام عالي عاطفي فيهم أو اهتمام ببعض المسائل في أشخاص لهم علاقة في المؤسسات التعليمية زي جامعة أو معهد أو مركز يعني يتطلب منك الاهتمام بشكل كبير برضو اهتم بمسائل الامتحانات ركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه بأثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى البيت العاشر شوي بيت السمعة ما فيه إشي بخوف ولكن عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالعمل أو مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو ممكن تهتم بمسائل إلها أو مسألة أو أمور إلها علاقة بأحد الأصدقاء بشكل مباشر أما بالنسبة لبيت متاعبك فالأجواء خالية ما فيه أي تأثيرات ولكن تطلب منك الانتباه لمسائل برضو إلها علاقة بالعمل لأنه برضو المريخ وجوده وتقابله مع هذا البيت فعشان هيكي شوي بتطلب منك النوع من أنواع الاهتمام بشكل كبير بالعمل بأمور إلها علاقة بعلاقاتك إنجاز أعمالك برضو تراقب صحتك تقلبات الصحة ما تجهد حالك بشكل كبير وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة وممكن يعني شوي يكون لك زيارة إما لمريض في المستشفى أو في بيت أو عيادة مريض مثلا أو مثلا محدي والدي مثلا برج القوس طبعا اليوم النفسية أحسن ثقتك بنفسك أعلى برضو عندك قدرة أو رغبة للتحرك وتغيير الروتين لأنه شوي الروتين عدوك بهاي المنزلة اليوم عندك رغبة لعمل كثير من الأمور النفسية أحسن من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل مصاريف أو ضغطات مالية صحيح أنه في بق منك ورح يحصل بعض المكاسب أو بعض الاهتمامات المالية خلال هذا النهار ولكن موليد العشرية الثالثة هذولا بدون ينتبهوا من المصاريف اللي بتيجي مفاجئة واللي بتحدث بعض التقلبات المالية عندهم يعني ضغط مالي عالي فعشان يكيهتم بالمسائل المالية وقلل من مصاريفة قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا داعمة بشكل قوي لإلك فاليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات بالفترة هاي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع التوترات ممكن يكون قلق على صحة أحد أفراد العائلة أو مشكلة عائلية أو خلاف أو نقاش أو حوار أو أعطال يعني تطلب منك الاهتمام ممكن ورش التصليحات ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في هاي المجال ولكن شوي بدك تهتم بالشؤون العائلية بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فمازال المجال أو المزاج حاد شوي وخصوصا عند موليد العشرية الثالثة هدولة أكثر ناس بدون من ينتبهوا من ردات الفعل السلبية أو العصبية أو الحدية أو توجيه الأوامر أو القرارات وخصوصا بأي شيء بتعلق بالأحبة أضبطوا أعصابكم ما في ذاعة لتطوير الأمور الأجواء يعني مقبلة على ضغط عالي جدا المشاكل الصغيرة ممكن تكبر ويصعب السيطرة عليها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعمل صحيح أنه عندك قدرة على إنجازها اليوم وعندك سرعة بديهة عالية وقدرة على التحكم بأمور العمل ولكن العصبية برضو ممكن أن تخليك أنك أنت جازف أو تغامر في بعض المسائل فتنحسب عليك سلبية أما بالنسبة للأمور الصحية فهي بتحمل نوع من أنواع التقلبات اللي بتطلب منك الاهتمام بصحتك بشكل دقيق أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة وهي بتعزز من علاقتكم بالأزواج والتواصل معهم والحوار معهم ممكن تنجز بعض الأشياء الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن تترافق أنت والشريك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء اليوم يعني فيها نوع من أنواع الضغط على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن يتعطى المسألة إلها علاقة بقرض أو في إرث مثلا أو في مسائل حقوقية زي نفقة أو أمور إلها علاقة مثلا بغيبيات أو مواضيع قديمة ممكن تتلاقى نوع من أنواع التعطيل أو ما تمشي معك بالشكل اللي أنت بالدكية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع الجانب أو ممكن حوارات أو لقاءات جامعية أو مواضيع إلها علاقة بالدراسة أو الجامعة أهمش اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ نهائيا إذا كان عندك أي مسائل إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات حاول إنك تنجزها وما تهملها لأن الأجواء مش مساعدة وبرضو في نفس اللحظة ممكن تتسجل عليك نقاط أنت بغنى عنها أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك انتبه اليوم على أمور إلها علاقة بالسمعة حاول إنك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك صحيح إنه اليوم جيد للي بده يقدم على طلب عمل مثلاً أو مقابلة عمل أو تطوير علاقته مع زملاء أو رؤوساء بالعمل ولكن على مستوى السمعة بدها شوي تحذر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو زيارة صديق أو تواصل مع الأصدقاء فعشان هيك شوي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الجيد حاول إنك ما تهمل اللقاءات هاي واستغلها بشكل جيد ممكن تستغلها لشيء لمصلحتك ولمنفعتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أنا أقول لك بدك تنتبه لبعض المسائل اللي بتتعلق في بيت المتاعب يعني بدك تهتم بمسائل إلها علاقة بالصحة راقب صحتك بشكل جيد راقب إنفعالاتك وعصبيتك برضو انتبه على مستوى العمل من الخلافات والنقاشات أو تراكم الأعمال عليك فهي ممكن تسبب لك مشاكل برضو تضغطك على مستوى العمل بشكل كبير برضو صحة أحد الأحبة ممكن يشوي يكون ملفت للانتباه أو تكون بذها رعاية أو اهتمام منك أكثر حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتراقب التقلبات الصحية قدر الإمكان واكسر قاعدة الروتين اليوم وانطلق مرج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم النفسية أحسن وخصوصا مواليد العشرية الأولى والعشرية الثانية مشحنين بطاقة أكثر العشرية الثالثة أضعفهم يعني صحيح إنه الأجواء إيجابية بتحسن من المزاج بتدعمك في بعض النقاط ممكن يتعالجوا كثير من المسائل خلال فترة هاي ممكن يكون هيك شوي فيه لفت نظر أو ملفتين للنظر أكثر للجنس الثاني أو الجنس الآخر فعشان يحاولوا قدر الإمكان تكسبوا اليوم وتكسروا الحواجز وتنطلقوا وما تعتمدوا على الروتين أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم تحمل فرص لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا عندكم نوع من أنواع الحذر من أي خطوة مالية جديدة لاسية مشراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بدل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهمش إنك تتفائل أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ممكن تنشطوا بالاتصالات والحركة والتواصل ولكن بدك تحذر من الانفعالات وردات الفعل اللي بتجي شوي مبالغ فيها فانتبه لا أي تطورات أو تهورات أو توترات حاول إذا صار في حوار أو نقاش تضبط عصابك ما في داعي لأصدار القرارات في خلال هذا اليوم ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالإقناع وتوصل الرسالة بدون عصبي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت تحمل نوع من أنواع التوافق ما بينك أو التقابل أو التلاقي أو لفت النظر ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن شوي يكون في حوار أو نقاش أو بعض الأعطال أو المصاريف البيتية المرهقة ولكن إجمالا سهل إنك تتعامل معها إذا استخدمت الحكمة والمشورة حاول ما تتزمت أنت برأيك لحالك حاول تأخذ رأي غيرك ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم يعني شيئا ما مستقرة ممكن عواطفك شوي تتحرك باتجاه معين أو يعني شوي هيك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعواطف عشان هيك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول أنك أنت تتواصل مع الأحبة بدون عصبية وبدون حدية في منك ورح يهتم بمسائل اللي بتتعلق في أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا فيها نوع من أنواع العبء أو الضغط على مسألة بتتعلق بالعمل فحاول قدر الإمكان أنك تنجز أعمالك بشكل جيد ما تراكم الأعمال عليك اسعى وتحرك ممكن اليوم تحمل لك فرص إيجابية على مستوى العمل أو عمل جديد بالنسبة للصحة انتبه من بعض التوترات الصحية اللي إلها علاقة إما بالأعصاب أو إلها علاقة بالمفاصل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أمور إلها علاقة بالشريك فممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بالشريك الزوج أو شريك المال أو تهتم بمسائل التقارب ما بينكم في مسائل معينة ممكن تهتم بمسألة شوي كان فيه نقاشات حدي أو تتراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تهتم اليوم بمسائل أموال مشتركة ممكن أمور لبنك ضريبة تأمين ممكن تهتم ببعض التسويات أو أمور إلها علاقة بجدولة الديون يعني تأجل ديون أو الالتزامات للفترة القادمة في منكم رح يهتم ببعض المسائل القانونية المالية أو أمور إلها علاقة بنفقة إلها علاقة بضريبة بتأمين مثلا أو بأمور الغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل تعليمية أو بالجامعات أو بمغتربين مثلا أو أمور إلها علاقة بالرجعة أو العودة لأرض الوطن أو أمور إلها علاقة بالسفر إجمالا أو الأوراق والمعاملات القانونية اللي بتطلب منك الاهتمام ما تهمل ولا شيء وإذا كان عندك امتحان حاول أنك تركز بشكل جيد لأنه ممكن الامتحان يجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تعزز بعض النقاط القوية أو تقارب ما بينك وبين سمعتك أو تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو مثلا نقاش أو حوار ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وتسمع كلام إطراء أثناء هذا النقاش أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ما فممكن تهتم ببعض المسائل الاجتماعية بشكل إيجابي وتقارب ما بينك وبين مجتمعك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا تحمل نوع من عنواع الضغوطات فعشان يجبك تنتبه من بيت المتاعب لأنه شوي براكم عندك بعض الأعمال أو بخليك شوي ما تركز أثناء تأدية بعض الأعمال تضبط عصابك قدر الإمكان برضو انتبه لوضعك الصحي ومن التقلبات ممكن هاي الفترة تحمل بعض الانزعاج على صحة أو على وضع أحد الأحبة أو الأقارب برج الدلو طبعا القمر عندك لليوم الثاني فعشان هيك اليوم تبدأوا فترة كمان أفضل من سابقتها بتعدي لكم نشاطكم المفقود أكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى المسائل المالية فممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم معين إلا هم أنك تركز بشكل جيد حاول تبعد عن المصاريف لزيادة حاول تضبط جيبتك شوي وحاول أنك تكسر الروتين ما تخلي الروتين يسيطر عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تعطيك اليوم طاقة للتحرك والنقاش والحوار والتنقلات والاتصالات حتى على مستوى اهتمامك بأمور العلاقة بالسيارة أو بالهواتف ولكن أهمش أنك ما تندفع وما تتهور وركز بشكل جيد ما فيه تداعي للمغامرات أما بالنسبة لبيتك الرابع يعني تقريبا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور العلاقة بالبيت صحيح أنه ممكن تظهر بعض المسائل المفاجئة اللي لها علاقة بالبيت زي عطل معين أو ترميمات أو تصليحات أو مصاريف منزلية أو صحية لأحد أفراد العائلة أو نقاش معين أهمش أنك تضبط أعصابك وتتعامل بحكمة بالأمور وباتزان أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء جيدة على المستوى العاطفي اليوم في قدرة لتعزيز العلاقة مع الأحبة أو مع الحبيب أو تلاقي أو ممارسة هواية معينة برضو ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة أو ترتبط بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالعمل أو إنجاز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أو تطوير مسألة إلها علاقة بالعمل أو تعامل مع أحد المعاونين لإنجاز أمر معين بالنسبة للوضع الصحي بعضكم ممكن يشعر ببعض التقلبات الصحية أو بعض التطورات في مسألة ما إلها علاقة بالوضع الصحي وعادة بيكون الوضع نفسي فعشان يك يهتموا بالوضع النفسي أكثر شيء أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا اليوم يعني فيها نوع من أنواع المشاورة أو المحاورة أو التلاقي ما بينك وبين الشركاء بشكل جيد فممكن تنجزوا بعض الأعمال بشكل إيجابي ممكن يكون لك تعامل إيجابي أو يعني تتراجعوا عن قرار سابق أو قرار كونتم اتخذوا أو خلاف معين أو مصالحة فعشان هيك شوي حاولونك تركزوا واتطوروا من العلاقة أو من التعامل الجيد ما بينك وبين شركاءكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا رح يكون لك بعض التركيز على الأموال المشتركة أو هذا بيت الثامن بيت الغيبيات فممكن تهتموا ببعض المسائل الغيبية أو أمور مثلا علمية من العلوم اللي زي علم الفلك أو الأمور هاي في منك رح يهتم بمسالة لها علاقة بالطاقة بالإنيرجي بالشغلات مثلا بهاي الأمور أما بالنسبة للوضع المالي فممكن الاهتمام بقضايا زي إرث أو ميراث معين أو موضوع قديم ينفتح من أول وجديد أو أمور إلها علاقة بقرض أو بنك أو ضريبة أو تأمين أهم إشي أنك تركزوا بشكل جيد اللي عليهم قضايا نفقة يحاولوا أنهم يلتزموا بالدفعات لأنه ممكن تتسجل عليهم للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تلتقي بوجوه جديدة أو تعارف مع أشخاص جدد في منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتعليم أو بالمؤسسات التعليمية أو بالجامعات أو بالامتحانات اللي عنده امتحان حاول يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض بشكل مبالغ صحيح أنه الجو بيدعمك في بعض المسائل ولكن يعني حاول إنك برضو عشان ترفع علامتك تركز بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة جيد وبيدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى التعامل وعلى مستوى دفاعك الشرس عن سمعتك ما بتسمح لحد إنه شكك بسمعتك بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمسائل بالعمل أو علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهاي بتدعمك بشكل أقوى فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين ممكن تسعد بلقاء صديق أو يعاونك أو يساعدك صديق في مسألة ما وممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع المشورة أو النصيحة من شخص ما يا إما أنت بتوجه النصيحة يا بتتلقى النصيحة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا فيه أمور ضاغطة كبيرة وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثالثة هذولا بدهم ينتبهوا بشكل يعني بشكل كبير وخصوصا على أمور صحية ومشاكل عمل أو صحة أحد الأحبة اللي بتطلب منكم نوع من أنواع الاهتمام حاولوا ما تهملوا صحتكم برج الحوت طبعا لآخر يوم الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر والقلق وحاسس هيك أنه ما عندك رغبة لكثير من الأمور الروتين قاتل بالفترة هاي بسبب لك نوع من أنواع التوترات النفسية أو التقلبات أو الإحباطات يوم يعني نمشي هذا اليوم قدر الإمكان بأي طريقة ما حاول أنك تستغله بأي شيء لأنك تطلع من الوضع ما تخليه يسيطر عليك وبكرة الأجواء بتصير إيجابية القمر بوصل لعندك بعوض لك كل هاي الخسائر اللي مريت فيها أو الأعطال أو التعطيلات أما بالنسبة للبيت الثاني في الأجواء تقريبا اليوم يعني ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو تطوير أو تحسين وضع مالي معين ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن زي ما حكينا أنه المريخ موجود شوي بيجيب التزامات أو تفكير في وضع مالي أو ممكن تتهور في صرف النقود فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقاط أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وعندك نشاط عالي جدا وقدرها على الإقناع لكن حاول أنك ما تعصب إذا حدا خالفك بوجهة النظر وحاول ما تنفعل إذا حد ذايقك أثناء تنقلاتك يعني وانت بالسيارة حد هيكي فتعصب وتعمل مشكلة تدير بالك برضو من يعني تتفوه بكلمات ممكن تكون شوي جارحة إذا عندك امتحان أو مقابلة اليوم ركز بشكل جيد ممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتعليم أو بالمؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء تقريبا يعني بتعزز من علاقتكم بالبيت أو مع أفراد العائلة ولكن ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو شيء يوتر وضع منزلي معين يطلب منك الاهتمام أكثر يعني بدها نوع من أنواع التركيز والصبر ممكن تظهر بعض الأعطال أو النقاشات أو مثلا موضوع معين عائلي يعني شوي يوترك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت حادة وفيها حدية عالية جدا الفترة هي بلشته تدخل على مرحلة حساسة جدا لها علاقة بالزهرة والزوايا اللي رح يشكلها فعشان هيك انتبهوا العلاقات العاطفية الضعيفة ممكن إنها تصل لمرحلة الفراق بالفترة هاي فعشان هيك يحاولوا تضبطوا عصابكم ما في داعي للانفعال ولا للتهور ولا لتطور الوضع بشكل سلبي عشان ما تبوء علاقاتكم العاطفية أو علاقاتكم مع الأبناء أو مع الوالدين إنها تنتهي العلاقة ما بينكم بفراق أما بالنسبة للبيت السادس تقريبا الأجواء يعني بتدعمك على بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال صحيح إنه ممكن تكون كثيرة أو محبطة أو في تآمر أو في أشياء مشاكل لها علاقة بالعمل ولكن حاول تنجز الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم وبرضو اهتم بصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر وتشعرك ببعض التعب أو الإرهاق أو المرض أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة وهي بتدعم من علاقتك بالشريك أو بالزوج فممكن اليوم يعني يكون فيه رفقة أو تفاهم أو اتفاق على مسألة معينة ممكن شوي تهتموا بمعض المسائل العائلية أو بمشروع أو يعني بقرار معين أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تنشطوا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور ببنك ضريبة تأمين أو غيرها أو أمر إلو علاقة بموضوع قديم يعني إشي إرث ميراث موضوع قديم قصة قديمة تنفتح اليوم ويصير حوار ونقاش عليها وتظهر على الساحة في منك رح يهتم ببعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بالنفقة أو مستردات مالية أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي بنك ضريبة تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن اليوم تتلقى اتصال شوي يكون فيه معلومة أو إشي ممكن يزعجك أو مثلا خبر يتسرب لك فعشان إيك عاول تكون حكيم بالتعامل مع هذا الموضوع وحاول تتأكد من المعلومة قبل ما تذيعها أما بالنسبة للأمور التعليمية حاول تركز بشكل جيد وحاول أنك ما تهمل امتحان ممكن أن يظهر امتحان بشكل مفاجئ فيتطلب منك الدراسي أكثر وانتبهوا أثناء تنقلاتكم أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبرضو بتعزز من أمور الهلاقة بالسمعة والتقارب مع زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن يكون لك انصاف أو مديح أو ثناء على إنجاز عمل معين أو انتقادك إذا أهملت بعمل معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة شيئا ما فممكن اليوم يعني يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أحد الأصدقاء مثلا أو تعاون ما بينك وبين صديق في حل مسألة معينة أو ممكن تنتبهوا أو تهتموا بمسألة بتتعلق بمناسبة معينة يعني إما حوار عنها أو في خبر مفرح يكون أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 فطبعا القمر موجود فيه زي ما حكينا لآخر يوم وبكرة تقريبا الظهر أو ما بعد الظهر رح ينتقل ويصير عندك فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أو من البدء بأي شيء جديد ما تسمح للقلق أن يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك وراقب وضعك الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء